السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اصدقائي الكرام متابعين في كل مكان متابعين قناة اربط اسكتشاب اهلا بكم في الدرس التساتاتاشر معايا من كورس الكات النظر اتشرح في الكورس ده حاجة بسيطة جدا وجميلة مش تاخد معان عدة دقائق بسيطة ايه هو امر موديفاي اسمه stretch من كلمة stretch لو جيت لواحد صاحبك مبارح جبت مبطلون stretch جبت عميس stretch جبت حاجة stretch هتعرف ان اللي stretch ده اللي انا مجا شده بيتمط معي فدي بالزبط اللي stretch بالنسبة لي يعني stretch يعلم حاجة بسيطة ان انا عندي زي المسلس ده مستطيل ده كده عايز مثلا المستطيل ده اولي اكون عندي حيطة فعايز امد المستطيل ده بحيث يكون الطرف ده يوصل لحد هنا بل المستطيل هيزيد الحيطة دي فيه بدل معهم مثلا اعمل مستطيل جديد او مثلا اعمل move وشد تاني او اعمل line جديد واعمل joint والكلام ده كله فبضطر لنا بالزبط كده بعمل اداة stretch ثم اقول له اختلي الخط ده واددوني لحد هنا تمام تمام دي كده هيتحرك معي الخط طب افرد عشان دي هتوعفها ناس كتير جدا لو انا واعتفاء والله ما اعفاء كتير اولا اجي اعمل stretch اروا محدد الشكل كله واروح جايبه لحد هنا فلاقي الشكل تنعل معي يقول لي امان stretch ما حصلش ايه لا اول stretch حصل ازاي ان ايه الدلع ده جي stretch الحد هنا وده جي stretch الحد هنا وده جي stretch المسافة اللي اتحرك الدلع ده الحد هنا هو اتحرك هو نفس الكلام فالبتاع ما حصللوش stretch يعني هيجي مستطيل معانا امن الناس محترم كده stretch معي من فوق او حرف الاس بزبط هلاقي اول واحد معي دوس stretch جيت دي وقت اي قال لي اختار object روحت مختار object كامل على بعض وروحت داس enter وجيت مسكتي من هنا ووديته الناحية هنا انت تتحك علي انت ما عملش بتاع stretch ليه اللي بتاع كله تنقل لا يا عشاء والله هو اللي بتاع كله عمل stretch بس حصل حاجة انت اخترت الشكل كله فاما اخترت الشكل كله والدلع ده حصل كالتالي بص كده عشان ديكو برضو فاهمين اه الدلع ده هو رحل في stretch تمام تمام وده اما انت حددته رحل هو كمان في stretch من نفس المسافة تمام المسافة مثلا يعني المسافة ذات نفسها وده نفس الكلام حلو حلو ثم اما انت عملت بال الخط ده كمان stretch فاخد المسافة من ده وده وحطاها هنا تاني وتقفل تاني البتاع فالبتاع تعمله زي move طب انا عايز اعمل stretch بعمل اي بعمل stretch على ضلع واحد عشان يكون عندي واحد ثابت انا واقف عنده صامت والتاني هو اللي بتحرق له معايا بالضبط كده طب نعمل ايه دهات تاني هقولك تعمل ايه بص يا كبير هتروح دايس حرف الاس او من فوق stretch اقول لي اختار ال object فانا هختار ال object دلوقتي اللي انا عايز احركه اللي هو الخط ده وامسك الخط ده وافضل اتحرك بيه اتحرك معي هو شايفين ده صامت وده اللي اتحرك تمام تمام ايجي مسلا برضو تاني هو على اخر امر انا عمله اعمل ده كده هو ودوس enter وارح مسك ده كده وتحرك من فوقها في اي مشكلة معي ما فيش اي مشكلة الموضوع بسيط وسهل طب جيت مسلا اعملت انتر تاني وارح تعمل stretch وارح تعمل مش هاي حسنا فهم كنت عايز مسلا اعمل اعمل ده كله كامل على بعض واجه احرك ويتحرك نفسك ان هو تحرك كله حتة واحدة تمام تمام هل الدايرة ممكن نعملها stretch سؤال ببسيط كده جاوب عالي في خمس ثواني كده لا ما ينفعش يتعملها stretch ليه؟ لان الدايرة كتلة واحدة مع بعضها فاماك اعمل stretch زي اعمل stretch من النقطة لان كلها هي متربطة دايرة واحدة اما المستطيل ده او المربع ده اقدر اشد اشد مثلا اي حتة فيه يعني ممكن اشده كده القلم معايا مستطيل ممكن اشده تاني من هنا يتعمل معايا مربع ممكن اشده من هنا يتعمل مستطيل تاني تمام؟ فبالزبط فكرة ان بعض الحاجات تعمل وفكرة ان بعض الحاجات ما تعملش يجي مسلا نبص على حاجة كده حاجة بسيطة ده كده معايا خط هل الخط ممكن يتعمله stretch ايوه يتعمله stretch لان خط امتدائد فهم؟ خط واحد طب جيتها ما تداري فهم وبقى الشكل معايا هو تمام تمام حلو حلو ده مسلا هوت انا وليكن عملت مستطيل كبير كده جميل قوي والمستطيل ده اشتغلت المحاور اللي فيه فالمحاور لزقت معايا لحد هنا كده فقال لي معلش انا عايزك توصلها لحد الخط ده كده بحيز طرف المحاور هيبقى فوق تمام تمام؟ فهلا ما تعمل stretch الخط هيتحرك معايا الدايرة هسأل نفس الدايرة تتحرك معايا الدايرة تتحرك معايا تتعمل لها move لانها تختارها كلها ولانها هي قطعة واحدة غير المستطيل اربع قطعة اما الدايرة قطعة واحدة ما ينفعش العب في دلع فيها لانها هي دلع كل واحدة لبعض فهلا يتعمل لها move طب الخط هيتحرك معايا فنعمل stretch كده نس enter وروح محدد الشكل ده كله وروح مسك بالطرف ده اللي حصل معايا الخط شد معايا ولكن الدايرة ثابتة زي ما هي دي حلقة وسيط النهار ده تتكلمنا عليها والسلام عليك على سيدة محمد وطمعونا ان شاء الله في فيديوان كتيرة واسف جدا والله على الصوت لان انا عندي برد يعني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته